مرحبا اصدقائي فيديو اليوم هو سوف نعتبرك جزء تاني للفيديو الاول وفي هذا الفيديو سوف اريكم كيف يمكنكم الحصول على باقة مجموعة برامج ادوبي لسنة الفين واربعة وعشرون باخر التحديثات وبطريقة قانونية من الشركة نفسها وبدون معلومات امريكية وبدون طلب منك ادخال معلومات بنكية وسوف اطبقها على نفسي امامكم انا اليوم انتهت معي المدة التجريبية وسوف اريكم كيف اعيدها لاستفادة مرة اخرى وفي نفس الوقت لمن لا يعرف طبق هذه الخطوات لكن طبقوها كما افعل انا بمواقع التي ساضعها في الوصف او في اول تعليق لانني اعمل بها وناجحة لحد الساعة وفي الاخير كهدية ان شاء الله سوف اريكم بدير كينفا مجاني على المجموعة ادوبي ايضا واذا كنتش شاهدون لاول مرة لا تنسى اشتراك وتفعيل جرس وتعليق لننتقل مباشرة الى الشهر اول شيء هذا هو برنامج كرياتيف كلاود الموجود على الحاسوب الخاص بي الان سوف اريكم قبل لان اليوم انتهت المدة التجريبية اذا شاهدتم في الاسفل تسعة اثنين الفين وارب عشرون وهنا لدي برنامج فوتوشوب محمل بشكل قانوني على الحاسوب لكن انتهت المدة التجريبية اليوم الان اذا عدتوا الى اكوي بهذا الشكل اذا عدتوا الى هنا هذا هو الجيميل الخاص بي الان كريم كريم سوف اقوم باستبدال في اخر الفيديو وهنا لم يعد لدي اي يوم من المدة التجريبية واذا ذهبتوا ايضا الى برنامج فوتوشوب في الاسفل سوف تشاهدون في الاعلى وفي الاسفل تسعة اثنين الفين وارب عشرون الان سوف اريكم الطريقة بحدافها لتجديد المدة التجريبية وبطريقة قانونية الان معلك سوف اذهب الى متصفح كروم ثم اذهب الى اجوت في الاسفل وقوم بانشاء متصفح جديد دائما قوم بانشاء متصفح جديد اضغط على كونتيني الصون كونت ثم هنا قوم بكتابة اي شيء واختر اي لون تريده مثلا سوف اقوم بكتابة جي جي ثم اضغط على اوكي الان سوف اريكم الطريقة القديمة الذي وضعناه في الفيديو السابق اذا دخلتم الى الرابط السابق هنا شرحنا سابقا انه يجب عليك اختيار يونيتد ستايت بهذا الشكل اذا ضغطت عليها حاليا بهذا الشكل اذا ضغطت عليها سوف ينتقل بكم الى واجهة اخرى بعد الضغط على ستار فري ترييل اذا دخلتم عليها سوف ينتقل بكم الى طالب منكم بيانات بنكية لكن ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نضع حل اخر دون المرور بهذه المراحل دون معلومات بنكية دون معلومات امريكية فقط معلومات بدولتك الحالية الان سوف اعود بكم من جديد لان هذه الطريقة لم تعد شغالة حاليا لكن احتفظوا بها قد تشتغل من جديد الان هذا الرابط سوف اتركوا لكم في الوصف سوف ينتقلوا بكم مباشرة الى هذه الواجهة وهنا لديك اربعة عشر يوم مجاني سوف اتركوا في اول تعليق هنا معالك سوف ادخال الاميل الخاص بك لذلك سوف اعود بكم الى الاميل الخاص بالاميلات الوهمية هنا لديك ايميل من الموقع لكن اذا ذهبت الى الجانب بهذا الشكل اذا ذهبت لديك امكانية انشاء اكثر من ايميل من طرفك معالك سوف اذهب الى انشاء حساب وسوف تبدأ بانشاء حساب من جديد اكتب ما تريد مثلا سوف اقوم بكتابة مثلا كريم او حمزة بهذا الشكل سوف اقوم بكتابة حمزة مثلا ثم هنا كلمة المورو. هذه الكلمة احتفظ بها او تذكرها لاننا سوف نحتاجها في مرحلة اخرى. ثم سوف اقوم بالضغط على او خلق. ثم هنا سوف اقوم بنسخة الايميل الجديد الخاص بي. ثم سوف اضغط على ثم سوف اذهب الى هنا الى البداية. اقوم بوضعي. هنا ادخل اي اسم كيف مكان. ليس بضرورة ان يكون اسمك الحقيقي. اي اسم. اي اسم كيف مكان. حمزة حمزة مثلا. هنا سوف اقوم بكتابة مثلا حمزة نت مثلا. ثم هنا اقوم باختيار واحد تسعة عدد افراد الشركة مثلا. ثم هنا اقوم باختيار دولتك. هذه الطريقة الجديدة بدولتك الحالية. ثم اقوم باختيار مثلا مروكو. ثم هنا سوف اقوم باختيار رقم الهاتف زائد مئتين واثنى عشر. وهنا اقوم بادخال اي رقم هاتف كيف مكان. ليس بالضرورة ان يكون حقيقي. سوف اقوم على المثال بادخال هذا الرقم الهاتف. هذا ليس حقيقي. ثم سوف اضغط على الان نحن في المراحل الاخيرة. هذا هو الاميل الخاص به. ثم هنا يطلب مني ادخال الرقم السري او بالشكل العادي. الذي ادخلنا في البداية. اقوم بادخاله. ثم سوف اضغط على بعدما انتهي من ادخال الرقم السري. اضغط على ينتقل به الى هذه الوجهة. هنا يطلب مني ادخال الشهر الميلادي وسنة الازدياد. ادخل ما تريد. مثلا في فغيه. ثم هنا سوف اقوم بكسابة مثلا الف وتسعمائة وسبعة وتمانون. اي رقم تريد. ثم سوف اقوم بالضغط على قبول الشروط. ثم كريه ان كونت. الان سوف انتظر قليلا. ثم سوف يطلب مني ادخال رمز التفعيل او التأكيد على الاميل. لذلك من الافضل ان تتركوا موقع الاميلات مفتوح. سوف تأتيكم عليها الرسائل. ادهب الى الجانب الى التحديد. ثم هنا في بوات دوري سبسيو او علبة الوارد. هنا سوف تجد كود دوري فيكاسيو. اقوم باخذه عن طريق كابي. ثم اعود الى ادوبي. ثم سوف اقوم باللسقي هنا. ثم الان مبروك عليك. سوف تأتينا رسالة تأكيد بانه تم قبول هنا بالتاريخ حديث. اذا شاهدتم ثلاثة وعشرون فبري الفين واربعة عشرون سوف تنتهي معي المدة الجديدة. وكما شاهدتم هذه هي المدة الجديدة. ولكي لا اطيل. سوف انتقلوا بكم الان الى برنامج كرياتيف كلاود. هذا هو البرنامج الخاص بما عليك توده الى الاعلى والضغط على سودي كونكتي. لمن ليس لديه برنامج كلاود على الحاسوب. سوف اتركه في الوصف لكي تقوموا بتتبيته. انا فقط اقوم بهذه المراحل لمن لديه وانتهت معه مرحلة التجريبية. الان سوف اعود الى هنا ثم سوف اقوم باخد الاميل الخاص بي. سوف اضغط على كابي. ثم اعود الى البرنامج. اقوم بادخله. ثم سوف اقوم بادخال الرمز السري. الان الذي ادخلنا في السابق. اقوم بادخالي هكذا. ثم بعد ما اقوم بادخالي سوف اضغط على كونتيني. هذه الطريقة الصحيحة لتشجيل. ثم الان انتظر قليلا. الان سوف اضغط مرة اخرى على كونتيني. ثم سوف يقوم بالطلب او ارسال لي رمز التفعيل مرة اخرى على الايميل. سوف اعود من جديد الى ايميل. اضغط على تحديد. سوف اجد ان هناك رسالة جاءتني فيها الاعلى. اقوم بالضغط عليها. ثم سوف اقوم باخده عن طريق كابي مرة اخرى. ثم سوف اعود من جديد الى برنامج كرياتيف او كرياتيف كلاود. اقوم بادخاله. وهنا يطلب مني ادخال رمز سري او رقم سري جديد. وهنا يطلب مني ادخال رقم سري جديد. وهذا فقط لامان. اقوم بادخاله. ثم سوف اقوم بالدعب الى الخانة الموالية. ثم سوف اقوم باعادته. هنا اقوم بوضع ارقام وحروف كبيرة ونقاط وصلاش واي شيء. قم بي لكي يتم مع قبوله. ثم سوف اقوم بالضغط على متر اجور. ثم بهذا الشكل. ثم انتظر قليلا ومبروكن عليك. ها قد تم اعطائي اربعة عشر يوم جديد للاشتراك والاستفادة مرة اخرى. ثم اضغط على اوكي. اذا شاهدتم حمزة حمزة في الاعلى بدل كريم كريم في البداية. هذه المراحل قمت بها. اذهب الى ابليكاسيون. ثم انتظر قليلا. يجب ان يكون لديك انترنت جيد. وهناك متشاهدون فوتوشوب. وهناك تشاهدون الفوتوشوب الخاص بي. اذا شاهدتم جميع البرامج التي تريدها هنا موجودة يمكنك تحملها. وحمزة حمزة فيها الاعلى. كما تشاهدون اذا دخلت الى فوتوشوب سوف اريكم اربعة عشر يوم اصبحت في الاعلى. والصور التي اريتكم في البداية هي التي موجودة هنا. وتسعة اثنين الفين وعشرون في الاسفل. هذا فقط مجرد تأكيد. هذه الطريقة ان شاء الله سوف تنجح معكم. الان سوف اريكم بادير كينفا مجاني فقط من خلال كرياتيف كلاود. مع لك سوى العودة الى برنامج تود ذهب الى خانة البحث وكتابة ادوبي اكس بريس. قم بالضغط عليه سوف يتوجه بكم الى البرنامج او الواجهة الخاصة به. هذا الادوبي اكس بريس به ميزات رائعة واكثر من كينفا. مع لك سوى الضغط على سي بارتي به صور وفيديوهات مدفوعة. وحتى مدفوع. وفي الاعلى لديك مومبر بريميور. اي انه تم قبولك في الخطة المدفوعة. وبالمجان يمكنك الاستفادة منه. فقط في المدة التجريبية يمكنك لاستعماله ايضا. هذا فقط للاشارة. لانه جاءتني بعد التساؤلات عن بديل كينفا. هذا صراحة اكثر من كينفا. كما قلت لكم حتى الصور والفيديوهات او الاستوك يمكنك الاستفادة منه. هنا ليعطيك طريقة الاستعمال. واذا شاهدتم في الاعلى لديك تسعة فبري الفين واربعا عشرون. اي هذا اليوم الذي اقوم بالتشجيل والذي قمت بالتجديد الاشتراك كما تشاهدون هنا لديك هذه الامكانية. هذه فقط مجرد فكرة لبديل لكينفا. مثل هذا الفيديو اردت ان تستعمله فقط تضغط على تيلي شرج في الاعلى. سوف يحمل على الحاسوب الخاص بك وبكل بساطة. هذه الطريقة تعمل بشكل ناجح ما عليكم سوى الدخول من المواقع التي سوف اتركها في اول تعليق او في الوصف. الان هذه الطريقة احتجنا فقط موقع الاميلات الوهمية والرابط الذي سوف اتركه لكم. سوف ينتقل لكم مباشرة الى الواجهة او لطلب المعلومات وادخل الايميلات. وسوف اترك ايضا رابط لكرياتيف كلاود لمن ليس لديه حاليا هذا البرنامج على الحاسوب. سوف يقوم بتثبيته اولا. وايضا اريتكم طريقة لمن انتهت معه المدة التجربية كيف يمكن عمل وادخل الايميل من جديد. اظن ان جميع التساؤلات التي سوف تأتي في بالكم. قمنا بشرحها بطريقة مباشرة على هذا الفيديو. وايضا تفيدوا بتلك الطريقة لانها من الممكن انها سوف تصبح شغالة في احد الايام. والنهاية اذا اعجبتكم الفكرة ونجحت معكم الطريقة لا تنسوا تعليق تحفيزي واعجاب واشتراك ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتنا للدكاء استناعي. تحية لكم لا تقف في فيديو اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.